يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك في إطار الزيارة الملكية التي يجريها جلالة الملك إلى الولايات المتحدة ولقاءته المكثفة مع أركان الإدارة الأمريكية خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن على المجتمع الدولي التحرك فورا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح محذرا من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة كما أكد جلالته أهمية دعم كل الجهود المستهدفة وقف فوري لإطلاق النار في غزة واشدد جلالة الملك والرئيس الأمريكي على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها بظل الحاجة الملحة لها وخلال اجتماعه بمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سمان ثابور في واشنطن أكد جلالة الملك ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصالها دون معيقات أو تأخير وتطرق الاجتماع إلى دور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية بالقطاع أكد جلالته أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونورو لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي والتقى جلالة الملك رئيس مجموعة البنك الدولي إيجاي بنك وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وتناول اللقاء جهود الأردن في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام أعرب جلالته عن تقديره لدعم البنك الدولي للمملكة في تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع وأشار جلالته خلال اجتماعين عقدهما في الكونغرس الأمريكي لأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع وأكد جلالة الملك إدانة المملكة للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين وخلال اجتماعين منفصلين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من رؤساء لجان مجلسي النواب والشيوخ أعاد جلالته التأكيد على ضرورة التحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وأجدد جلالته التأكيد على موقف الأردن الرافض لأي محاولات للتهجير القصري للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة